من أعظم الأعمال الصلاحة عند الله صلى الله عليه وسلم أن تحمل الله الحمد لله عز وجل والحمد الحقيقة يعتبر من أسهل العبادات أن تقول الحمد لله ولكنها لا أجرى عظيمة عند الله صلى الله عليه وسلم والحمد ليس باللسان فقط ينبغى أن يكون الحمد بالعمل وعندما يرزق الله بنعمة يعلم أنها اختبار لك فإن حفظت على النعمة لا تصريفها في معصية الله عز وجل بل تؤدي حقها وتنفق منها في سبيل الله فإن هذه النعمة حتما ستزيد ربنا عز وجل يقول وإستأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدا لكم يعني لما ربنا يرزقك بنعمة لها حقوق عليك حتى لا تضيع النعمة وهو أن تحمل الله عز وجل عليها وهو أن تصرفها في طاعة الله عز وجل ولا تصرفها في معصيته وأن تقر من قرار نفسك أن هذا عطاء من الله صلى الله عليه وسلم ليس زكاء وليس مهار أبدا ما في أزكى منك وفي أشطر ولكن الله صلى الله عليه وسلم أنعم عليك تلك النعمة وهي اختبار لك وربنا سبحانه وتعالى يحب الحمدين وسبحانه وتعالى يحب الحمد ما من أحد يحب الحمد مثل الله عز وجل فهذا شيء يرضاه الله عز وجل ويحبه والحديث عظيم جدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان يعني ما في حاجة أعظم من الحمد لله تملأ الميزان والحمد فضائر عظيمة جدا هو أفضل العباة عند الله سبحانه وتعالى يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما تكسر من حمد الله عز وجل فإنها ستملأ ميزانك يوم القيامة والحمد لله هي زيادة للنعم كل ما يرزق الله بنعم وتحمل الله عليها باللسان والعمل أيضا فإن الله عز وجل سوف تزيد هذه النعمة لأن هذا وعد من الله صلى الله عليه وسلم والحقيقة ودي بقى علاج نفسي عود نفسك الحمد لله رب العالمين دي لا تفارغ لسانك أبدا دي راحة نفسية دي علاج نفسي على فكرة وإحنا بنكررها في الفتحة 17 مرة ليه 17 مرة على متصل الفريضة بتكرر الحمد لله رب العالمين دي في حد ذات علاج ورحة نفسية ودي بتحقق رضا بعض الناس سبحان الله كلمة الحمد لله رب العالمين لا تفارغ لسانه أبدا ده يعتبر عايش في جنة وده الحقيقة لا يشعر بألام ومتاعب وأمراض نفسية أبدا لأنه راضي دائما عود نفسك لما يجيلك خير الحمد لله لما تجيلك كارسة الحمد لله أي حاجة اجعل كلمة الحمد لله رب العالمين على لسانك وفيها فضل عظيم أنت ما تقولها بتاخد حسنات عظيمة جدا هذه الآية العظيمة الحمد لله رب العالمين في أعظم سورة في القرآن الكريمة سورة الفاتحة وأيضا يحقق محبة الله عز وجل لك لأن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث لا أحد يحب الحمد مثل الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يحب الحمدين وهو سبحانه وتعالى يحب الحمد فزيد حقق محبة الله لك ثم ترسيخ محبة الله في قلبك إن شاء الله بالرضا والحديث واضح أن أفضل الدعاء الحمد لله يعني أنت لما تكسر من الحمد لله عز وجل سيعطيك أفضل ما يعطي السائلين سبحانه وتعالى يعطي الزاكرين أفضل ما يعطي السائلين يعني أفضل الدعاء الحمد لله ما علاقة الحمد بالدعاء لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم يعني أنت لما تكسر من حمد الله عز وجل فربنا عز وجل سيعطيك أفضل ما يعطي السائلين ولإن شكرتم لأزيد أنكم بزيادة النعمة حتى إنه من أداب الدعاء أن تبدأ الدعاء بالحمد والصلاة عن رسول صلى الله عليه وسلم فيكون الدعاء أرجى الإجابة إن شاء الله ومغفرة الزنوب يطهرق الله سبحانه وتعالى من زنوبك بكثرة الحمد وهو من أعظم الطاعات التي يطهر الله عز وجل بها زنوب العصينة إن شاء الله شكرا